تقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود في مقر قامته بمدينة طنجة في المملكة المغربية أخاه الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية ورحب الملك محمد السادس بخادم الحرمين الشريفين في المملكة المغربية وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود عن شكره للملك محمد السادس على ما وجده من حسن الاستقبال في المملكة المغربية وتم خلال الاستقبال تبادل الحديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبد العزيز ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف والسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الدكتور عبد العزيز خوجة ونائب رئيس الديوان الملكي عقلة العقلة كما حضره من الجانب المغربي صاحب السمو الملكي مولاي الحسن ولي العهد ومستشار الملك المغربي الأستاذ فؤاد عالي الهمة ووزير الداخلية عبد الوافي الفتيت وقائد الدرك الملكي الفريق أول حسني بن سليمان ومدير عام الأمن الوطني الأستاذ محمد الحموشي